اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وطولوا في القناة كانت من الحوائج كانت من الحديد ما هي خاطر discover محلوه نحن ستجد كنت أعجبني كثيراً ومليساً تساعدني كثيراً أول مرة تكون بجمعين يصراحنا في تعليقات اللي كنا تكلمنا فيهم في الكاوريس قمنا مهم دوت صوير اللي ضرواك ولمعشبوكش ولموك بزاف على أساس أنك كان منفرود توقفي مع الأم ديالك وتساندها باش أنه لي ملا يكون خير ويرجعوا مبعدياتهم ولي أعتبوك وقلت بلي أن هاد التعليقات اللي موك نفسياً وماشي هو الحقيقة والواقع ديالك يعني الناس غالطين فيك بيانسوق الناس غالطين فيها بزاف كيبقوا يحكموا إليك مو حتى عشرة دقائقات كيشوفوك في فيديو كيحكمو على شخصية ديالك وكيفاش ننتي ديرا وراكي خيبة وراكي ممزياناش فبالعكس أنا بعدها كنبغين شكر بزاف للناس اللي واقفي معايا وحتى هدوك اللي ما واقفيش معايا تماما كنبغين شكرهم لأن بهم كينا وبهم غادي نكون إن شاء الله كنت قرأي تعليقات اللي بيانسوق كنقرأي حاجة كنقرأي حاجة كنقرأت تعليق بتعليق وخا كنقى بزاف ضدي ولكن بعض المراض كيكون ننتي قد بنا اللي كنستفد منو يعني إحنا باشر ماشي كنكونوا كاملين ما كنديروش أغلاط ولا تانا كندير أغلاط مقدر نكون ما كنحش بيهم وواحد في المنطق كيقول لكيو سراها شنو درتي وشنو درتي أنت يا أوتوماتيك مون كتعرفي راس كرا كيغلطي في ذاك القادية وذاك شي لاش أنا كيأجبني نقرأ تعليق الناس من حيث كيكونوا غشوية مشي كل شيء بعض المعات كيكون انتقاد بناء وذاك انتقادات أنا كتعجبني كنستفد منها بزاف دير الحويج وشكرا لأي واحد سواء انتقدني سواء شكرني شكرا لأي واحد قاد لي كان كان واضح هو أنك في قبولك ورحبتي بشكل كبير هاد القصة الجديدة اللي كتعيشوها في الأسرة ديالك وبتواجد ديال الأخت اللي وبناء الأطراش اللي انتم ما كتتواجدوا ما بعديتكم مش فعلا كتشو في راسك أنا كخطأتي بهذا الانسجام وبهذا القبول لهذا الحياة الجديدة اللي يدخل فيها للأبدير لا أبدا ما كان حش براس يدرس شي خطأ كبير لأن لبناء وبابا تجمعوا في الحلال ما شي شي حاجة زع ما كان ديروا شي حاجة عيب ولا حرام بابا من الأحسن يتزوج باش يبقى عايش حياته بترانكيل باخير ويلقى واحد المرأ يدخل بتاري القامرة في امتي لأنني لم أكن أوقف في طريقه ولم أكن أوقف في طريق الساعدة دياله وأنا براسي من هو تزوج بلوبناء بحلية أنا تزوجت به هاكت يعني كنت تعيش معي في دار وحدة كنت هضرو بجوج كنت خرجوا بجوج ضحكين فهمتي أول مرة دويتو كنت دويتو في التليفون والتي اللي كنا شفنا في اللقاء مع لوبناء ومكالمة يدازت ساعتين تقريباً شنو أهم النقاط اللي وقفتوا عليهم شنو أهم الأمور اللي تقاسمتوا ما بعدياتكم أول حاجة عجبتني فيها هي خطرها واسع يعني وكتفاعل ديما بالخير ديما كتقول لي أنت يا إن شاء الله غادي يسهل عليك الله غادي يساعدك باش تحقي أحلامك هالشي اللي عجبني فيها يعني ديما إيجابية فهمتي كتحاول تعطيك واحد طاقة زوينة حيث أنا كنت عندي نظرة خيبة على الحياة ديما مشاء ما ديما ولكن هي الله كتقول لي أنا بالعكس غا نساعدك غا نوقف معاك وخامة شي مادياً ولكن معنوياً فهمتي هالشي اللي عجبني فيها بزاف ودك ساعتين دازت كلها هادرة كان خططو وشنو عند ديرو من هنا القدام كيفاش غا تكون الحياة لأن مرات الأب بوخدين عليها بزاف نظرة خيبة أنها داك المرات اللي ما مزيئة لاش تصل لي طال اللي غادي تدخليه ما تلقيش دك شلي بغشي في الدار دخولت خرب قليك حويجاك ولكن مرات الأب فيها وفيها هالحسب داك الإنسان كده يرا فهمتي يرا شي كل شي مزيئة بالكلام اللي كنت ذكر أنا قالت هو لأخت لبناء هو أنها وعدات أنا معدد تاشي إشكال معدد تاشي مشكيل باش أنا الأم دي لك سوعد تتعود ترجعوا تعيشوا في بيت واحد تعيشوا كأسرة كبيرة أسرة واحدة وربما هاد الأمور اللي شجعوك اللي الناس ما كانوش عارفين هو واللي يعني من بالأمور اللي خلاك أناك ترحبي وتخلي قلبك يتفتح لبناء هو النقطة اللي ركزت عليها اللي أنا غدا تساعد وتلعب الضور كبير ومحايد باش أنا شمالي تجمع أول حاجة نقطة قلتها أننا نعي نشوف في بيت واحد هاد القضية مكيناش يعني وخي يكون واحد دا رجوع ما بين بابا وماما ما غاديش نعي نشوف في بيت واحد لأنه مستحيل ماما عندها المنزل ديالها أصل أول حاجة ماما ما غا تقبلش تجي تعيش معنا وفقها تشي موين بزف ديال الحواج ما غاديش نعي نشوف دار واحدة ولكن أرجوع ما بين ماما وبابا أنا غادي نكون سعيدة بزاف وعاد غادي تكمل الحياة وعاد غادي يرجع المياه لما جريها وغادي يكون عجبني لحال كتر شكرا لك يسرا وشكرا أيضا لبناء اللي بغت أنا تكون وفقت أنا تكون معك في هذا اللقاء اللي بغت تضحي مجموعة الأمور للمتابعين ديالك والمتابعين ديال موقع الدار كنتمنون لكم مجددا حياة سعيدة مليئة بالأفراح مشاهدين إلى اللقاء قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابونوا في العشين يوتيوب وبرتجوا الفيديو وديروا جام وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر